وقفة بتعز تندد باستمرار جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية بحق أبناء الحيمة عقب حملة حوثية جديدة مصرع عدد من عناصر الحوثية الإرهابية بينهم قيادي جنوبية مأرب الانتقال يهدد باتخاذ إجراءات ضد الحكومة الشرعية ويلمح بمنع بندغر والمواساوي من دخول عدن أهلا بكم البداية في تعز حيث نفذ عشرات المواطنين بالمدينة اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية للتنديد بانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية بحق أبناء عزلة الحيمة الواقعة بمديرية التعزية الشمالية المحافظة الوقفة التي نفذها أبناء المضفر أمام مبنى المحافظة المؤقت نددت بجرائم الميليشيا بحق أبناء الحيمة وعبرت عن رفضها لدعم المبعوث الأممي مارتون جريفث للميليشيا الحوثية الإرهابية وتغطيته على جرائمها هذا وكانت الميليشيا الحوثية الإرهابية قد أقدمت على قتل مواطن بعد دهسه بأحد عرباتها العسكرية خلال مداهمة قرى عزلة الحيمة تابعة للتعزية شمالية تعز وقال مصدر المحلي اليمن شباب إن الميليشيا دهست سائق دراجة نارية ويدعى حبيب علي سعيد وبشكل متعمد أثناء حملة جديدة لمداهمة قرى الحيمة والتي انتهت باختطاف أحد عشر مدنيا بينهم نساء وبحسب المصدر فإن الميليشيا الإرهابية اختطفت ثلاث نساء وثماني آخرين من سكان قرية المنقاعة بعزلة الحيمة بعد مداهمة القرية بعدة أطقم مصفحة واقتحام المنازل باستخدام القوة المفرطة ليرتفع عدد المختطفين منذ بداية هجومهم على الحيمة إلى 207 مختطفين بينهم نساء وأطفال عسكريا تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية الصباح اليوم الأربعاء وذلك في الجبهة الشمالية لمدينة تعز عقب نحو أسبوعا من الهدوء الحذر وقال مصدر عسكري اليمن شباب إن المواجهات تجددت بين الجيش والميليشيا الحوثية الإرهابية في جبهة الأربعين وعصيفرة وأشار المصدر إلى أن المواجهات تجددت أيضا عقب عملية خاطفة تمكنت خلالها قوات الجيش من أسر قناص تابعا للميليشيا الإرهابية كان متمركز في إحدى المباني شمال المدينة وفي الحديد أيضا حيث تجددت المواجهات العسكرية بين القوات المشتركة والميليشيا الحوثية الإرهابية مساء الثلاثة جنوبية المحافظة وأفاد مصدر عسكري أن القوات المشتركة خاضت شباكات عنيفة مع عناصر الميليشيا التي حاولت التسلل إلى مواقعها في الخطوط الأمامية غربية حيث وذكر المصدر أن القوات المشتركة أحبطت المحاولة وأوقعت في صفوف الميليشيا الحوثية الإرهابية قتلى وجرحة في مالاذ البقية بالفرار فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة ثلاثاء ألغاما وعبوات ناسفة زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في إحدى المناطق المأهولة جنوبية الحديدة وقد أفاد مصدر ميداني أن القوات المشتركة فككت شبكة الألغام وعبوات ناسفة كانت الميليشيا قد زرعتها قرب منازل المواطنين ومزارعهم شمال غربي حيث وذلك قبل طردها من تلك المناطق وأوضح المصر أن تلك الألغام والعبوات كانت مزروعة تحت الأشجار وبالقرب من منازل المواطنين وتم انتزاعها وتفكيكها إلى ذلك لقي عدد من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية مصرعهم بالنيران قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدد من جبهات القتال بمأرب وذكرت مصادر ميدانية أن القيادية الحوثي ناصر حميد المنحمي الذي عينته الميليشيا أركان حرب أحد ألوياتها قتلة خلال المواجهات التي تشهدها مأرب منذ أيام إضافة إلى عدد من العناصر الحوثية الذين ينتمون إلى إب ووفقا للمصادر فإن القيادية المكنة أبو حميد قتل أثناء اشتداد المعارك بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية وذلك في جبهة مراد هذا ونفذت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كمينا محكما للميليشيا الحوثية الإرهابية سقط على إثره عدد من القتلى والجرحى من عناصرهم في البيضاء وطبق لمصادر عسكرية فإن كمينا محكما لأبطال الجيش والمقاومة أوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات جنوب جبل صوران بجبهة ناطع شمالية المحافظة وقد أشارت المصادر إلى أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتحصينات للميليشيا الإرهابية في جبل البرك جنوب شرقية جبل صوران وأسفر أيضا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها شنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت آليات عسكرية للميليشيا الحوثية الإرهابية شرقية الجوف وقال مصدر ميداني أن المقاتلات شنت ثلاث غارات جوية استهدفت تقمين وعرب تابعة للميليشيا في جبهة ضحيضة شرق مدينة الحزم مركز المحافظة المصدر أفاد أيضا أن الغارات تزامنت مع شباكات عنيفة تخوضها وحدات الجيش والمقاومة ضد عناصر الميليشيا الحوثية في عدد من جبهات الجوف وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة للميليشيا الإرهابية المتمردة في السياق قال قائد اللواء 22 من مشاء العميد الروكن عبد عبدالله المخلافي قال إن معارك الجيش البطولية استنزفت الميليشيا الحوثية الإرهابية بشريا وفي عتادها وبشكل كبير وأكد في تصريح صحفي أن الأيام القادمة مبشرة وسيتم استئصال الورم الحوثية الخبيث مشيرا إلى أن خسائر الميليشيا الإرهابية تتجاوز ألف عنصر خلال معارك شهرين الأخيرة في مناطق ما حول معسكر ماس غرب مأرب لوحدها وأكد العميد المخلافي أن الجيش حقق انتصارات كبيرة على الميليشيا في الأيام الماضية بجبهة نهم شرق صنعاء في الجدافر وشرق المرازيق وكل جبهات شرقي الحزب بدورها اعترفت الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء الثلاثاء بمقتل سبع من عناصرها برتب ضباط في مواجهة مع الجيش الوطني وذكرت وسائل إعلام تابعة للميليشيا الإرهابية أنه جرى في العاصمة صنعاء تشييع جثامين كل من العقيدين حسن عزي مقبول وعلي محمد مفتاح وكل من المقدمين عبدالله نائف مكرم ونصر حميد المنحمي كما تم تشييع عبد الرحمن محمد الغيلاني وعمران عبدالله المطري ومرتضى سالم الرازحي وجميعهم يحملون رتبة ملازم أول على صعيد آخر هددت عناصر الانتقالية المدعومة إماراتيا مجددا باتخاذ خطوات ضد قرارات الرئيس هادي وقد لمحت إلى اعتزامها منع عودة النائب العام ورئيس مجلس الشورى الجديدين إلى العاصمة المؤقتة عدن وقال ناطق العناصر على العلي الكثير إنهم لن يتعاطوا مع أي قرارات أحادية خارج السياق روح انتفاق رياض ونصوصه وعملية التوافق ومبدأ الشراكة في إشارة إلى قرارات الرئيس هادي بتعيين رئيس مجلس الشورى والنائب العام وأضاف مهددا في بيان المقتضب نشره موقع الانتقالية الرسمي هدد بأنهم سيحتفظون بحقهم في اتخاذ ما يلزم من خطوات مشيرا إلى أن العاصمة عدن والجنوب عموما لن يكون مسرحا لأي إجراءات غير متفق عليها وفق تعبيره دشنت مبادرة عمار عدن الشبابية بالشراكة مع إدارة الصرف الصحي بالشيخ عثمان مشروع مد شبكة الصرف الصحي لمنطقة سيسبان المحاريق أو سيسبان المحاريق وبحسب القائمين على المبادرة فإن المشروع يستهدف عشرين في المئة من سكان منطقة سيسبان المحاريق وذلك بحسب الإمكانات المتاحة وأشاروا إلى أنه سيتم عمل شبكة مياه صرف صحية فالرعية تمتد لواحد وثمانين متر وستربط بالشبكة الرئيسية وستسهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة المواطنين الذين باتت مياه الصرف الصحي تطفح إلى داخل منازلهم فضلا عما تمثله من خطورة بيئية وصحية عليهم وعلى أطفالهم منطقة هذه عمرها ما دخلها بمشاريع إلا مشروع واحد اللي هو الحقاقي للمسجد يعني اللي دخلوا المحضار يعني حكومة تروح لا معانا مشاريع الأمة هذه كل البيوت اللي هنا حفرها داخل بيوتها يعني هذا المخزن والحمام وقنبة الحفرة يتمتلي يطفح المجاري يرجع للقنبة الثانية وتابعنا للمشاكل هذه وحتى الآن الحمد لله يعني بدأوا بالمشروع تكملة مشروع المجمع الصحي نزلنا إلى منطقة المحاريق وذهبنا إلى السيسبان فوجدنا أكثر مما يعانيه المواطنون هو المجاري المجاري تطفح إلى أغلب البيوت بسبب أنهم لا يستطيعون حتى حفر البيارات تمام المنازل لضيق المنازل لا يستطيعون حفر البيارات لذلك تطفح المجاري إلى داخل المنازل لذلك بحثنا مع السلطة المحلية ومع إدارة الصرف الصحي والمياه عن ما هو الحل المناسب فوجدنا أنه مد شبكة فرعية وتوصيلها بالشبكة الرئيسية للمجاري تقريبا حدود 81 متر فعملنا على ذلك عودة إلى تعز حيث وجه محافظ المحافظة نبيل شمسان وجه وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي بسرعة إعداد المسوحات والدراسات وفق أفضل المقاييس والمواصفات لاستكمال جهود شق وتوسعة وزفلتة طريق الزريقة بني محمد الاستراتيجي والحيوي الذي يربط تعز بلحج وعدا كشريان جديد للمحافظة وخلال الزيارة استمع المحافظ من المهندسين والأهالي لشرح أهمية الطريق التي تعد أقصر الطرق لربط المحافظة بلحج وعدا بطول 137 كيلو متر والتي يجري فيها أعمال الشق والتوسع بجهود الأهالي في الزريقة وبني محمد هذه الطريقة الاستراتيجية التي تربط أهم ثلاث محافظات في الجمهورية اليمنية وهي محافظة عدن وتعز ولحج وقدنا رجال يعني تكبدوا المشقة والعناء واقتصوا من قوتهم ومن قوت أولادهم ليشقوا هذا الطريق نحن اليوم أتينا إلى هذه الطريق ليس لنقول بأننا سنساهم ولكن لنقول لهم بأننا سوف نستكمل هذه الطريقة الذي بدأتموه وسوف نكمل هذا الطريق إن شاء الله لكي يصل إلى منتهاه يعني لا يمكن لنا أن نفرط بهذا العرق وبهذه الجهود التي بذلت في الضالع استتحت السلطة المحلية بقعطبة مخبزا آليا مجانيا مخصصا لتقديم الخبز والغذاء للأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام وتستفيد منه عشرات الأسر ودعت السلطة جميع الخيرين إلى مواصلة العطاء ودعم هذا المخبز لوجود المئات من الأسر التي تمر بظروف وأوضاع إنسانية ومعيشية صعبة جدا وبحاجة ماسة لمساعدتهم وتقديم الغذاء لهم مؤكدة أن المجال مفتوح لكل رجال الخير والعطاء صحيا سجلت السلطات حالتين إصابة بفيروس كورونا في حضر موت وشبوى خلال الساعات الماضية وذكرت اللجنة الوطنية أنها أبلغت بتسجيل 13 حالة الشباه بالوباء منها 5 حالات في عذن و3 في الضالع و4 في حضر موت وحالة في تعز لم تسجل اللجنة أي حالة وفاء فيما سجلت حالة شفاء في ساحل حضر موت تواصل الميليشيا الحوثية الإرهابية تواصل حربها على الشعب اليمني عسكريا واقتصاديا كما أنها تستهدف تقويض معيشة المواطنين بهدف إفقارهم من خلال فرضها انقسام مالي خطير وتلعبها بسوق العملة المزيد في هذا التقرير أخطاء فادحة للشرعية مرت خلال الفترات الماضية سهلت للانقلاب الحوثي شن حرب اقتصادية على الشعب اليمني وحكومته الشرعية أكثر وقعا من تمرده المسلح بدعم إيراني من بين تلك الأخطاء عدم قيام الشرعية بسحب وإلغاء العملة القديمة لإسقاط أهم ورقة بقبضة ميليشة الانقلاب الحوثية يقول خبراء اقتصاديون أنه كان على الشرعية في وقت مبكر العمل على صحب العملة القديمة خاصة بعد هيمنة الانقلاب على البنك المركزي خلال السنوات الأولى للانقلاب مما مكنه السيطرة على أهم أدوات الصراع ظهر تأثير ذلك لاحقا حين أقدمت الميليشة على إشعال حرب بالعملة ضد الشرعية وفرضت انقساما ماليا خطيرا وتسببت في أزمة حوالات نقضية فادحة بين مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ومناطق سيطرة ميليشة تمرد وفيما تعمل هذه الميليشة مدعومة بالخبرات الإيرانية على تعزيز جهودها في إطار الحرب الاقتصادية تتضاعف مسؤولية الحكومة الشرعية في إيقاف حرب الميليشة باستخدام العملة ووطع حد لتكريزها لانقسام المالي الخطير في البلاد عبر فرض قيمتين مختلفتين للعملة الوطنية نفسها ويتأتى ذلك من خلال استخدام الشرعية لسلطتها الشرعية والمعترف بها دوليا من أجل تدارك الأخطاء السابقة والعمل على اتخاذ تدابير تكفل إنهاء تحكم وحيازة ميليشة الحوثي للعملة القديمة ومن تلك التدابير صحب العملة القديمة أو إلغاؤها بقرار دستوري وفتح مجال للمواطنين لاستبدال ما بحوزتهم من عملة بالعملة الجديدة من أجل إنهاء الانقسام في قيمتها والالتعانة بالجهات المختصة في التحالف من أجل إنجاح هذه الخطوة خطوة من شأنها إسقاط أهم أداة حولتها ميليشة الحوثي إلى أداة حرب اقتصادية ضد الشعب اليمني وحكومته الشرعية على غرار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية بدعم من السعودية لإلغاء جوازات ووثائق السفر الصادرة في مناطق سيطرة الميليشة الانقلابية واستعادتها للحكومة الشرعية صاحبة الحق القانوني والدستوري في إصدارها مثلها مثل العملة الوطنية أيضا نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها وقفة بتعز تنادد بسمرار جرائم الميليشية الحوثية الإرهابية بحق أبناء الحيمة عقب حملة حوثية جديدة مصرع عدد من عناصر الحوثية الإرهابية بينهم قيادي جنوبي بمأرب الانتقال يهدد باتخاذ إجراءات ضد الحكومة ويلمح بمنع بندغر والمساوي من دخول عدن ختاما في أمان الله اشتركوا في القناة